السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في القناة مرحبا بكم في وصفة جديدة في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم حيلة سهلة ورائعة الاحتفاظ بالجلبانة او البازيلة في المجميد مدة طويلة وتبقى محافظة على اللون ديالها الاخضر اللامع وكذلك المداق ديالها كأنها طرية ولو تبقى في المجميد مدة طويلة الحيلة سهلة جدا وكنبغي نستغلو الموسم ديال جلبانة باش ان انا ان نصيبو ومنها كمية كثيرة نبدو على بركتي الله في الطريقة الطريقة هي كالاتي كناخدو واحد الكاسرول كنديرو فيه الماء كنردو حتى كي طيب وكنضيفو فيه جلبانة ديالنا اللي كنكون نقينها بطبيعة الحال من قبل وكنردوها فوق النار تغلاء واحد دقيقة دقيقة ونص على نار مهيلة كنضيفو معها شوية ديال الملح ونردوها مباشرة نزيد تغلاء واحد شوية من بعد نكتغلاء المدة دقيقة او دقيقة ونص على الاكتر كن نصفيوها وكيف كتشوفو اللون ديالها كيف تخضر ولامع كتبقى محافظة على هاد اللون هادا كنخليوها تدفع غير شوية مشي تبرد تماما وكنن نحتفظو بها في شي سوبيرا او شي تشوبينة اولا شي بلاستيك غدائي كنغلقو عليها وكندخلوها مباشرة للمجمد وكنت هادي هي حيلتنا اليوم كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم لا تنسوش تخليولي اللايكات الفيديو الى عجبكم وخليولي كدلك تعليقاتي ديالكم طريقة سهلة بزاف حيلة سهلة وكتخليلي نا الجلبانة محافظة على اللون ديالها والمادق ديالها كنتمنى اعجبكم الفيديو ونطلقوا فيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة